إلى جانب طيبة أهلها وروحهم المرحة يتميز المختصون في تحضير الحلويات بمهارة تصنيع عدة أنواع من الحلويات ومنها الشعبيات أو المعروفة بالفطائر وهي عبارة عن رقائق من العجين التي تحشى إما بالقشطة أو الجوز والسكر متميز فيها كثير مدينة حمص هي الفطائر للجوز نحن نسمي بعض المحافظات الثانية في سوريا بيسموها الشعبية بطريق مختلفة نحن الحمد لله تميزنا بحمص بالفطير الجوز بطريقة عملها بطريقة نفخها بطريقة الحشوة تبعتها هذا الشيء ميزنا عن بقية المحافظات إن كان مدينة حمى أو بقية المحافظات الثانية اللي بيشتغلوها بطرق ثاني خلانا نحن نتميز بهذا الشيء هاي يمكن سر من أسرار الحمص نخلينا نحكي بطريقة عملنا بطريقة الشغل فيها هذا ميزنا وفضل الله يعني ما في حدا بيجاء على مدينة حمص إلا ما بيكون بياخد شيء معه من حلافة الجبن أو الفطير بجوز اللي نحن نتميز فيها بشكل كبير هي أحدى الحلويات المعروفة بمذاقها الشهي وتصنع في حمص على شكل مثلثات وتوضع في صدر النحاسي ثم تشوا في الفرن على نار هديئة ويسكب عليها القطر المغلي هلا تسمن تسحب تريح بالبرادة تاني نهار تاني نهار مثلا من عبية بشكل مسلسات يعني نحن نتميز فيها بشكل مسلسات في طائر كبير هي كتير صعب لأنه على مدى يومين وأربع مراحل أو خمس مراحل بس هذا الشيء بالنتجة بيعطينا جودة بيعطينا طيبة بيميزنا بلؤمة طيبة ومع اقتراب عيد الفطر السعيد ينهمك المختصون في صناعة الحلويات بحمص بإعداد حلويات العيد كالأقراص والمعمول المحشوي بالتمر أو الفستوق الحلبي إلى جانب الحلويات الشرقية متخذين جميع إجراءات السلامة الصحية والوقائية من أحد معامل الحلويات في حمص شيرين العلي الإخبارية السورية